السلام عليكم طلاب الصف الأول متوسط ورحمة الله وبركاته ودرسنا اليوم عن مراجعة المجهر وأنواعه خافت تفيدكم ها المراجعة لامتحانات نهاية السنة نجي نسوي المادة على شكل الأسئلة ونجاوبها على شكل فراغات أو تعارف أو غيرها من الأسئلة نجي أول من اخترع المجهر هو زكرياز جانسن وهو صانع نظارة طبية ثانيا فالي فينغ هوك هو العالم الهولندي الذي صنع عدسات يمكنها أن تكبر الأشياء 270 مرة هذا ممكن أن تستخدمهن أنت بنفس الوقت فراغات أو تقول هذا شنو تعريف نجي سنعرف المجهر هو أداة تستخدم لتكبير الصورة صورة الكائنات الصغيرة جدا والتي لا ترى بالعين المجردة وقد تصل قوة التكبير فيه إلى 2000 مرة نجي هسا ما هي أنواع المجاهر؟ المجاهر أدنى نوعين المجاهر الضوئية هذه العادية والمجاهر الإلكترونية نجي ما هي أنواع المجاهر الإلكترونية نفسها هم بها أدت أنواع مجهر مثلا المجاهر المظلم والمجاهر المتألق ومجهر الأشعة فوق البنفسجية هسا قوة تكبير المجاهر الضوئي هي ألف مرة نجي ما هي الأجزاء الميكانيكية للمجاهر؟ ها نجي نعدلها القاعدة والذراء والمنصة والمنظم الكبير والقرص الدوار وهسا هذه على افتراض أنه قلنا عدد خمسا منها أحنا عددناها خمسا منها خالف تجيك تعدال نجي هسا ما هي الأجزاء هسا البصرية؟ ذني شالميكانيكي ذني البصرية للمجاهر أولا العدسة العينية والعدسة الشيئية ومصدر الضوء والمكثف نجي هسا المجاهر الإلكتروني شنو تعريفه؟ هو أدات تكبير الأشياء لمئتين ألف مرة يسميها بالكتاب مئتين ألف أكس طبعا تعتمد المجاهر الإلكتروني في عملها على الإلكترونات بدلا من الضوء نجي هسا هنا ما هي أجزاء المجهر الإلكتروني؟ نجي مصدر الإلكتروني وعدسة كهرومغناطيسية وشاشة عرض للصورة المكبرة نجي هسا هنا نعرف المجهر الإلكتروني الماصحة بالطناية بالكتاب نقول له هو مجهر يكبر العينة إلى 300 ألف أكس أو 300 ألف مرة ويعتمد على طلاء العينة بطبقة رقيقة من المعدن ثم تسلط عليه حزمة من الإلكترونيات ها إذا قال لك شنو عمل مجهر الماصحة تقول له يعتمد عمل على طلاء العينة بطبقة رقيقة من المعدن ثم تسلط عليه حزمة من الإلكترونيات نجي هسا المجهر الإلكتروني النافذ شنعرفه؟ هو مشابه في أجزاءه للماسح لكنه شنو يختلف عنه في تحضير العينة المراد فحصها حيث تقطع العينة بشكل رقيق جدا ثم توجه إليها حزمة من الإلكترونيات للعينة لتنفذ فيها فنحصل على صورة مكبرة وواضحة وشكرا لكم طلاب إذا عجبكم الفيديو أرجو مشاركته مع زملائكم وأعطاء لايك للفيديو حتى نعمل فيديوهات جديدة فيد الكل